اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عندما تصل الموجة للمستمع تهز الجزيئات طبلة اذنه ويفسر الذبذبات على انها صوت حملت موجات الصوت طاقة الموسيقى من وسيط الهواء قد يكون الوسيط هواء او ماء او اي مادة صلبة انه ضروري لانتقال الصوت وذلك لضرورة وجود جزيئات لذبذبة الطاقة ونقلها لا نرى موجات الصوت ولكن يمكن اثبات ان الصوت ينشئ موجات بسهولة تهتز هذه الشوكة الرنانة بـ 440 دورة في الثانية عند غمسها في الماء يظهر الاضطراب الناتج عن الذبذبات انتقلت موجات الطاقة الى الماء يشكل ادراكنا للصوت من طبيعة الموجة عند انشاء نغمة مرتفعة تصبح سعة الموجة او ارتفاعها اكبر كلما ارتفع الصوت ارتفعت الموجة موجات النغمة المرتفعة لها تردد عال اي انها تنتج موجات اكثر بكثير في الثانية من هذه النغمة المنخفضة وكلما ارتفع الصوت ارتفع تردد الموجات يمكن ان تسمع الاذن البشرية مدا عريضا من الاصوات من 20 هرتز الى نحو 20 الف هرتز اي يمكننا سمع الترددات من 20 موجة في الثانية الى نحو 20 الف موجة في الثانية تسمع الحيوانات الأخرى مدى صوتيا أكبر مثلا تسمع الكلاب حتى 40 ألف هيرتز والخفافيش حتى 100 ألف هيرتز